اشتركوا في القناة ومشاركة اكثر من 450 من الخبراء والمتخصصين من 90 دولة وحول مشاركتها في انطلاقة النسخة الثالثة من هذه القمة والتي جاءت تلبية لدعوة كريمة من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع صرحت معالي الشيخ مي تقدم دولة الامارات العربية المتحدة في كل مرة نموذجا مميزا يعكس للعالم مدى الحرص والاهتمام بملف الثقافة ادراكا منها بانها الثقافة هي النافذة الامثل التي تطل من خلالها على العالم وتعرف ايضا بما تمتلك من غنى حضاري ومعرفي واضافت المشاركة في هذه القمة هي منصة دولية تعزز المكانة الثقافية ليس للامارات الشقيقة فحسب وانما للمنطقة تمثل فرصة مناسبة لمناقشة القضايا الثقافية الرهنة من منظور اوسع وهي تواكب في شعارها لهذا العام التوجه الدولي نحو تفعيل دور التكنولوجيا وادماجها في مختلف المجالات لاسيما المجال الثقافي من اجل تعزز مخرجات العمل هذا وتناقش القمة الثقافية بابوظبي عددا من القضايا تحت شعار المسئولية الثقافية والتكنولوجيا الجديدة وتتطرق الى محاور متنوعة تتعلق بالفن والاعلام والتراث والمتاحف والتكنولوجيا